يا هلا بالحلوين عاملين ايه فيديو النهاردة ملخص مسلسل غريبة الجزء التاني والاخير هو سينيا متصنف رومانس دراما لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كميلوا معنا الفيديو للاخر وقصوا الفيديو الف لايك عشان ننازل ملخص مسلسل جديد عالقناه في اسرع وقت ممكن وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وانتظروا فيديو جديد عالقناه الساعة 9 كل يوم توقيت مصر اتفعلوا معنا دايما وعلاقوا اكتر واكتر اتنين بيتفعلوا بيعلقوا كتير اقول اسمعهم ووزر تعلاقاتهم في اول كل فيديو والنسلة بتكتب لي تعلاقات حلوة وحط تعلاقاتهم في اخر كل فيديو واحباش شكرا النهاردة ماري ولين على دعمهم مستمر ليا وبالنسبة لقناتي التانية فانا غيرت محتواها وهتلاقوا هناك بلخصات مسلسلات صيني وكوري جديدة ومختلفة عن هنا اتمنى تنقول اعجابكم اسيب لكم الرابط في صندوق الوصفة في التعليق المثبت ما تنسوش تدعمونا هناك وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصالوا بينا عنافة وتشكروا الله ويلا نبدأ احداث الدراما مع بعض الجزء التاني بيبدأ لما حاول جيانج ان هو يعمل حاجة ترجعه ورون لجسمهم الحقيقي وبياخدها مكان وبيقول لها فاكرة يوم ما تبدلت ارواحنا تعرضنا الحادثة اعتراض طريق امكان لو اتكررت نرجع تاني وبيجيب رجالة بيهجيموا عليهم لكنهم بيدربوا رون بجد وفي الاخر مفيش اي حاجة بتتغير وبيقول لها جيانج انا اسف المرة الجاية هيكون حذر عن كده وهو اخده في حضنه وبتشوفهم بيوه وبتصورهم وبتوري الصور لبوه زوبرون وبتقول له ان زوجتك بتخونك وهو بيتدايق لكنه بيقول لها مساح الصور دي بتقول له انا تعبت جدا لحد ما صورتهم وانت عاوزنا مساحها بالبساطة دي وبتتدايق وتاني يوم بيدخل بوه عليهم بيلاقيهم سوا وبيقول لها رون هنتطلق قريبة عشان تاخدي راحتك اكتر من كده وتاني يوم بتزعل رون وبيقول لها جيانج ان هو هيتصرف وبيروح يسهر مع ابوه هو متزبط وبيشرب كتير لحد ما بيغمى عليه وبياخده بوه بيقرب منها وبيقول لها رون انت جميلة قوي بتقول له ايوة رون بنت جميلة بيدحك وبيقول لها اول مرة شوف واحدة بتشكر في نفسها وهي نايمة وبيقضي الليلة معاها والصبح بيزقها جيانج وبيقول لها انت عملت ايه بيقول له رون في ايه انت زوجتي بتقول له مش كنا هنتطلق مبارح بيقول لها لأ خلاص انا رجعت في قرار الطلق ده بتضربه وبتقوم بيروح لرون وبيلاقيه قاعد في كافيه مع بيه وبيدخل يرخم عليهم بيخلي بيوت الدائق جدا وبتقول له انت مرضة قوي يا رون وبتمشي ورون بتقول له انت بتعملي كده ليه بيقول له علشان عاوزك لي انا وبيبني ان هو بدأ يغير على رون ويقع في حبها لكنهم بيروحوا في مكان وبيتخنقوا سوا وبيقول له جيانج خلاص كده مفيش اي تعاون بينا كل واحد يعمل اللي هو عايزه يا ريت تبعدي عن بيو انا هقدر اقرب منها براح تانا وبيمشوا وبتكون بيو سمعتهم وبتوقف جيانج وبتقول له هي رون عاوزك تبعد عني ليه بيقول له انت سمعتين او الا ايه لأ مفيش حاجة بتقول له جيانج انا معجبة بيك وبتقرب منه وجيانج بيروح يذكر فبار وهو متدايق وبتشوفه بيو وبتصوره وبتبعت الصور لبو بتقول له زوجتك فبار وفي شخص بيتقرب منها واضح ان زوجتك مع كل راجل شوية وبتعصب وبيجي يضرب الراجل ولما بيسأله انت مين بيقول له انا زوجها وبيقول لها يلا يا رون روح البيت وبياخدها وبتقعد تهلوس وتقول له ابعد عني يا بو انا من زوجتك رون انا جيانج الشينو بيقول لها رون هو سيد جيانج عامل فيك ايه هو اللي عامل فيك كل ده انا هنتقم منه علشانك يا زوجتي وبيجيب جيانج فعلا وبيقول له انا عارف انك مش هتصدق بس حصلت مبادلة بيقول له هو انت شايفني سازك بيقول له انا عارف ان ده شيء غريب جدا بس بجد اللي معاك دي مش رون ولا هي حتى السيدة بو مراطك ولا عاوزة تكون معاك بيقول لها ليه هي ما قالت لكش ان احنا قضينا ليلة سوا بيقول له تقصد ايه بيقول له ان احنا بقنا متزوجين بالمعنى الحرفي وتاني يوم بتكلم بيوبو وبتقول له ان هي مترشحة لجهزة افضل ممثلة وعاوزة تكسبها بيقول لها خليك تكسبي بس بشرط واحد بتقول له ايه اللي انت عاوزه بيقول لها دمر علاقة جيانج ورون وبتقول له اكيد وبتروح لجيانج وبتقول له ان هي ترشحت لجهزة افضل ممثلة وبيقول لها بجد ان انا سعيد ليك بتقول له كنت عاوزة اعرف حاجة بس انا خايفة خايفة اروح لوحدي وكنت عاوزك تجي معايا على انك حارس الشخصي بيقول لها ايه حارس شخصي لأ امش موافق بتقرب منه وبتقول له وبتطمن طول الوقت وانا جنبك بيقول له خلاص خلاص موافق وبيروح لرون وبيقول لها ان الجدة حجز لنا شهر عسل هنسافر سوا ما تقلقيش حجزتوا غرفتين قبل ما تقولي بس عاوزة اقول لك صح ان جيانج وبيو ارتبطوا تبقي باركلهم بقى هم هيروحوا سوا حفلة افضل ممثلة لاستلم جايزة بيو تبقي هتلهم هدية لما نسافر وتاني يوم بيجي بوه هو مش بيلاقي رون اللي اختفت فجأة وبيدور عليها علشان يسافروا ورون بتكون هربت وبتلاقي جيانج برا وبتقول لها رون انتي بتعملي ايه هنا بتقول لها انتي اللي بتعملي ايه هنا رجالة زوجة بتجري وراكي ليه بتقول لها علشان رفضة اسافر معا وبيجروا اللي اتنين وبيسألها انتي بتعملي ايه هنا بتقول لها انا اسفة انا عرفت ان اللي بوه عمله معاك الليلى اللي فاتت واشد انت اللي ده اللي مدايقك بالشكل ده متزعلش مني بيقولها وانتي جاي يتعرفين انك عارفة بتقول له لا انا جاي تأسف منك ولما بتشوف الامن جاي بتقرب من جيانج وبتقبله بترجع البيت معايا ولما بتدخل عليه الحمام بيقول لها اطلعي برة بتقول له جينجي ده جسمي على فكرة بيقول لها لحد ما نتبدل تاني متقربش مني وبيقول لها انا تعاودت اكون راجل وهي بتقول له وانا بيو افضل اصدقاء مفيش بنا اي حاجة زي ما انت فهمت انا عمري ما احبها اكيد يعني احنا اصدقاء وتاني يوم بيقول لها جينجي خلاص حتى لو فقدلنا بالشكل ده على الال لازم نبقى جانبه بعد طول الوقت انا قررت اطلق من ابو وفعلا بتروح لابوها وبتقول لها انا عاوز اطلق لكنه بيزعق وبيقول لها قبل الحصول على الاسهم بتاعتهم مفيش اي طلاق بتقول له انت بتضحي بساعدة بنتك عشان الفلوس والشركة وانت لما كنت بتعمل علاقاتنا ع بنات صغيرة وضيعت الشركة محد السأل ودلوقتي عايز تعمل في انا كده بيبدأ يتعذب ويزعق بتقول له خلاص ايه ده يا ابي وبتقول له لا قصد يا عمي انت قلبك من السليم بيقول له انت مين انت كمان بتقول له ده خطيبي بيقول لها مليش دعوة برضو هتفضلي متزوجة من بو لحد الحصول على الاسهم وإلا لا انت بنتي ولا نبوكي وفي الوقت ده بيخطط بو ان هو يوقع جيانجا عن طريق بياه واللي بتقرب منه وبتقول له ان هي تعبانة ومفيش حد يهتم بها غيري خليك تقضي الليلا دي معايا ممكن ايه رأيك بيقوم وبيقول لها لأ مش هينفع بتقول له اه لا عجب ان رون سابتك وراجعت لابوه تاني بيقول لها ايه وبيتصدم وببان رون اللي جايبها ابوه خاص بعنها ورابطها في الكرسي لحد ما بيجي جانجا وبيمسكه وبتقول له سيبه وبيقول لها وعديني الاول تفضلي معايا وما تقربش من جانجي تاني وإلا هقتله وبتخاف عليه طبعا وبتقول قعدك قعدك خلاص وبتقعد معاه وبيقول لها ان هم هيستكروا في الخارج وان هو جاهز كل حاجة للسفر وفي الوقت ده هيعدي ابوها كل الاسهم بتاعته وهي مش بتقدر تتكلم خالص وبيقول لها اما نام وبتجي رون وبيروح يقول لها انت كويسة بتقول له ابويا ما ليش دعوة بي والاسهم بتاعت بابا خلاص دلوقتي انت اهم حاجة في الموضوع ده في مكان سري دلوقتي هتهرب منه هنتقابل لما ابو ينام وفعلا بالليل بينزل جيانجا علشان يهرب بس ابو بيكون عارف الخطة وبيقول خلينا نشوف خد روحي فين يا انيسة رون ولما بيوصل عند رون بيقول لها يلا نهرب لكن بيجيبوه وبيمسكها وبتقول له عرفت المكان منين وبيقول لها انا حفزتك خلاص وبياخدها وبيربطها في القوضة وبتقول له سيبني انا مش بحبك ولا عمري هحبك بيقول لها وش معنى هو هو عملك اي يعني وبيوريها ان هو هيتقتل لو ما سفرتش معاه وبتوافق وبيقول لها يارد تفهمي ده كويس انت شارسة بس ده عجبني ويلا انا عاوز انام بتقول له فكني طيب انت خايف مني بيقرب منها وبيفكها بتشده وبتقول له خليك هنا الليلة بيقول لها فجأة كده بتقول له ايوة وبتخنقه بالكرفتة وبتهرب وبيروح يفكرون وبياخدها وبيهربوا سوا وبتشوفهم بيو بتقولهم ان هي هتساعدهم وبيروحوا معها البيت لكنها بتكون معرفة بو كل حاجة طبعا وعشان كده بياخد جيانج تاني يوم وبيهربوا سوا وبيروح جيانج الام وبيطلب منها المساعدة وبياخدها عند ابو وبيقول له اه انت امه لعجب ان هو منحط واغد زيك وبتدخل تتفق معها لان هو يطلق رون وان هي هتاخدها عاجلا او اجلا وفعلا بيتم اللقالته وبيوعو الجيانج هنا يقول لرون اتجاوزيني في الغنى او الفقر في المرض او في الصحة تقبال تكملي حياتك معايا بتقوله بس اكسادنا متغيرتش بيقول لها لا بأس انا بحبك يا رون بحب روحك وهنا بتيجي ام جيانج وبتقوله انا معطردة بيقول لها امي بتعملي ايه هنا بتقوله انا ما كنتش اعرف انها بنت عيلة رون لو اعرف ما كنتش وافقته على العلاقة دي من البداية ولا حتى انقصتها من الاساس وانا رافضك كلام دوت وانت لو مش رافض كلامي اعتبر نفسك ما عندكش ام وبتقول لها رون هروح وراهنا دلوقتي وبتمشي وتاني يوم بيتقابله وبتقول لها ان احنا خلاص مش هنقدر نكمل سوا مع بعض وبيجي هنا بو وبيكون هيدرب جيانج فبتنكزوا رون المهم اللي اتنين بيتخبطوا وبيقعوا بيقعوا في حضن بعض وبو بيخاف جدا من اللي هو عمله وبيجري ولما بيفوقوا بيقول لها رون انت اخد بالك من حاجة احنا رجعنا الاجسام بعض اخيرا وبيفرحوا اللي اتنين اخيرا انهم هما رجعوا وهي بتقوله انسى كل اللي انا قلتلك قبل كده حتى لو علتنا مش موافقة انا عاوز اكمل معك يا حبيبي وبيقربوا من بعض عشان يقبلوا بعض لكن بتيجي ام جيانج وبيقول لها مهما عملت يا امي انا مش هسيب رون وبيجي ابو رون كمان وبيفضلوا يتخنقوا الاتنين سوا وجيانج ورون بيقولوا هم عملهم دول وبيمشوا الاتنين وبيطلعوا يجروا وبيوع الجانج وبيقول لها رون سواء ممكن تتجوزيني سواء كنت فقير او غني سواء كنت مريض او صحي انا بحبك بتقوله انا كمان انا موافقة تجوزك وبيخلص المسلسل عن نهاية السعيدة دي وصول الفيديو الف لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد على القناة في اسرع وقت ممكن وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعملوا لايك للفيديو نانشئي بيفرحني جدا ودي تعلاقات اكتر نسبة اتفاعل وبتعلق معها الفترة دي شكرا لكم جدا يا حلوين على تعلاقاتكم الايجابية زيكم على كلامكم الحلو بحبك اوي وبس سياريت تنوروني في المنتدى بنزل هناك رقوبة ملخصات مسلسلات جميلة جدا مسلسلات كوري ومسلسلات صيني على قناتنا دي وعلي قناتنا التانية وورد اوف اكشن اعزيكم تخش على قناتنا التانية وتشتركوا وتدعمونا هناك وتعلقوا وتعمووا لايك للفيديوهات اللي هناك وفيهم سلسل الانتائم شغال حاليا على القناة التانية حيالك وقوي متأكد ان هو يعجبك اساب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصفة في التعليم مثبت ما تنسوش تدخلوا هناك وتدعمونا بحبوكوا قوي بحب تعموكوا لي وحب تعلاقاتكم لي اذا كان على القناتنا دي او على قناتنا التانية شكرا لكم جدا لتفاعلكم معانا وبس ما تنسوش تقولوا بينا عناب تشكروا الله واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة